النيابة العامة تكشف حقيقة الجنس مع الكلاب في الخميسات على إثر تداول تسجيلات صوتية تشير إلى تورط ابن مسؤول قضائي في استغلال فتيات في حفلات جنس جماعي في الخميسات تتضمن ممارسات شاذة مع الكلاب أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن التحقيقات أظهرت أن الأمر لا يتعلق بممارسات شاذة مع الكلاب ولا بتورط ابن مسؤول قضائي إنما يتعلق الأمر بأشخاص متورطون في الدعارة والتحريض على البغاء أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بأوروبا حيث يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به تم تقديم رجلان ومرأتان أمام النيابة العامة يوم 18 يناير المرأتان قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما وقد شاركت هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية وأن إحداهن ممن تقاسمت معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع الكلاب وأنهما روجت عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك اعتبرت النيابة العامة أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور أن أحد الرجلين الذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرى ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافاً لما تم زعمه في المقاطع الصوتية تقدمت النيابة العامة بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق مع المعنيين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية أولاً بالنسبة للمرأتين تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير وبالنسبة للرجلين جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائياً بإداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق ولا تزال الأبحاث متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه فيه